اللي بيتجوزوا بعد الستين بيبقى ليهم دماغ تانية وأفكار تانية خالص وده اللي هنعرف تفاصيله في الفيديو ده ناس كتير بتتجوز وهي سنها كبير ومش بس كده ده ممكن تلاقي راجل عنده 80 سنة متجوز بنت عندها 18 سنة وده بيحصل كتير ومش حاجة جديدة يعني إنما بقى إنها تبقى عادة في الوسط الفني دي اللي ما كانتش ولا على البال ولا على الخاطر وده اللي طبقوا نجوم عدوا الستين سنة وقرروا إنهم يبتدوا حياتهم من الأول وجديد وما فرقش معاهم السنة أبداً قالوا إحنا بنحب الحياة وعايزين نعيش وكان بقى آخر واحد من الفنانين دول هو محمود عامر اللي قلب الدنيا لما قرر يتجوز من ستة أصغر منه في السن ومن برا الوسط الفني ومش بس كده ده الموضوع جه بعد ما انفصل عن مراته بتامن شهور بس يعني الموف آن شغال على ودنه الوسط الفني كله بقى بيموف آن قبل ما ينفصل أساساً ومش بس كده ده محمود عامر اللي عنده 68 سنة اتجوز وعمل فرح ورأس له وعاد القصة من الأول تاني كأنه ابن العشرين وده اللي الناس استغربته جداً ده كان بيطلع يحكي ويتحاكى في مراته الأولى وأم بنته الفنانة لشين لشين وإنهم بيحبوا بعض من سنين وبيمثلوا سوا والدعم اللي بيديه لها وغيروا بس خلاص النصيب وقف لحد كده والراجل عايز وانا سليه في الدنيا في المرحلة دي من حياته ومش عاوز يعيش وحيد أبداً تاني وطبعاً سبقوا في الخطوة دي المخرج عمر عبدالعزيز من أسبوع تقريباً واللي كان مفاجأة لكل الناس لأن محدش عاش معاه تجربته من الجمهور مع مراته الأولى واللي رحلت عن الدنيا من زمان وهو متجوز بعدها أول مرة مش عشان محبش وكده لا أهو حب كتير عادي بس مفيش ولا تجربة كملت للنهاية وطبعاً ما كانش فيها ولا فنانة رغم إن طلع عليه إشاعات كتير عن علاقات بينه وبن فنانات بس كان بيكدب كل ده عشان هو كان مقرر ما يتجوز تفنانة أبداً لأنه مش هيقبل بموعدها رغم إنه مخرج بس هي الدنيا كده بس البص الكبير بقى حيسين فهمي هو أكتر واحد في الجيل الكبير اللي تجوز مش مرة ولا تنين لا عدل خمس مرات تقريباً وكان من أول الجوازات لي بعد الستين كانت من لقاء سويدان واللي جوازهم ما كملش أكتر من خمس سنين بس وكانت نهايته مش ولا بد خالص انتهى بخلعة ومحاكم ونفقة مش بتدفع وحكايات كتير عينت فيها حسين فهمي وكانت قدام كل وسائل الإعلام أما بقى أخوه مصطفى فهو الصغير في السن عنه وما فرقش عن أخوك كبير حاجة هو عنده 70 سنة اتجوز من إعلامية لبنانية اسمها فاة الموسى فضلوا متجوزين حوالي 3 سنين أظهروا فيها دايماً إنهما بيحبوا بعض وسند بس فجأة كل حاجة برضو اتغيرت بقت بتقول عليه إنه حتى هدمها أخدها ورماها في الشارع وانتهز فرصة حضورها لفرح أخوها في لبنان وانفصل عنها أما بقى مزواج الوسط الفني الفنان والموسيقار الكبير حلمي بكر اللي مش بس اتجوز كتير جداً بتجوز ستات فرق السن بينه وبينهم كبير جداً واللي كان آخرهم سماح القراشين اتجوزها وخلف منها بنت وهو عنده 85 سنة هو دايماً بيحب يتجوز كتير وهو في الآخر بقى عنده بنوتة بعد العمر دا كله ومن الفنانين اللي تجوزه من سنة أصغر منهم بكتير وده بقى اللي كان مفجأة وقتها هو الراحل عزة أبو قوف اللي تجوز مديرة أعماله في آخر أيامه وقال دا بشكل صريح عشان هي كانت معاه بصورة دايماً وهي اللي وقفة جنبه وافتعبه اللي كانت وقفة معاه على طول وعشان كده هو تجوزها عشان محدش يتكلم عليها فيه ناس بتشوف الجوازات دي صح وفيه ناس بتقول إنها غلط بس في النهاية كل واحد بيدور على الونس بطريقته